اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الرأي اصحبكم خيالة محمد المؤمن والبداية دوما بابرز العناوين الفاجعة كويتية والقاتلة اثيوبية فجعة الكويت بحادثة متكررة نطالب جهات الاختصاص بان تتوقف عند هذه الجنسية تحديدا الحادثة تفتح ملف جرائم العمال المنزلية اليوم انا اعلن عن ايقاف او تعليق استجواب وزير العدل انتفاء الاسباب يعلق الاستجواب حشد مؤتمر تأسيسي ونهج مستقبلي طرائف مهنة البحث عن المتاعب وفي النشرة مقاوم الوزن ومساعد الهضب ببالغ الاسى واللوعة وتسليما بقضاء اللهوى نعى نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياض حمود فليطح ابنته والتي قضت نحبها وفارقت الحياة غدرا في جريمة مروعة ارتكبتها خادمة من الجنسية الاثيوبية الخبر الذي هز الرأي العام فتح مجددا ملفات العمالة المنزلية والجرائم التي تكررت في الأعوام المنصرمة وبوتيرة تصاعدية وفي المعلومات المتوفرة أنه بعد أن استفاق والد الفتاة فجرا لأداء الصلاة وجد باب غرفة ابنته مفتوحا فدخل ليجدها مدرجة في دمائها إثر طعنات تلقتها بسكين على يد مخدومتها وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا منذ حوالي الشهرين وفق ما أكده مصدر أمني للرأي وقال المصدر إن الوزارة اتخذت القرار بعد ارتكاب أكثر من عشر عمليات قتل وشروع بالقتل قامت بها خادمات أثيوبيات خلال عام ونصف العام جريمة القتل وفاجعة اليوم تكررت عشر مرات خلال عام ونصف العام الأمر الذي يتطلب خطوات جدة لوقف أسباب التكرار سيما في ظل الانتشار الكبير للعمالة الأثيوبية في المنازل التفاصيل في تقرير لمحمد الحياري على فاجعة جديدة استيقظت عائلة كويتية حيث أقدمت خادمة أثيوبية على طعن فتاة عدة طعنات في الصدر والظهر قبل أن تقفل عليها الباب وتسلم نفسها إلى المغفر الفتاة البالغة من العمر التسعة عشر عاما قضت في منطقة سليبخات واسمها سهام أما أبوها فهو حمود فليطح ويشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الجريمة التي هزت البلاد ليست الأولى من نوعها فبحسب الإحصائيات الأمنية قامت الخادمات الأثيوبيات بعشر جرائم قتل وتهديد بالقتل خلال عام ونصف فقط فيما قالت السفارة الأثيوبية لدى الكويت في بيان أصدرته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي إن واحداً وثمانين ألفاً ومائتي مواطن أثيوبي يعملون في الكويت وتعمل الغالبية منهم في المنازل وكانت الحكومة الأثيوبية قد أوقفت إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت في نوفمبر من العام الماضي راهنة استئناف إرسالها بحل المشاكل المرتبطة بالتوظيف في ظل سوء المعاملة وخرق حقوق العمالة ووقف الاعتداء والاتجار بالبشر ولعل الحادثة التي ضربت صميم المجتمع تسهم في إيقاظ ضمير المعنيين لمراجعة وتعديل قوانين ونظم توظيف العمالة الأثيوبية أو إنشاء هيئة تعنى بتدريبها وتأهيلها لوقف أسباب الاعتداءات والقتل سيما وأنها العمالة الوحيدة التي لا تنطوي تحت مظلة قانون العمل محمد الحياري الرأي الجريمة الإنسانية وصلت أصداؤها إلى مجلس الأمة حيث طالب الأعضاء وزارات الدولة المعنية وأجهزتها الرسمية بفتح ملف العمالة المنزلية الوافدة لإيقاف مسلسل جرائم القتل رباب الداح والتقرير التالي تلقينا اليوم كمجتمع كويتي بكل أسى خبر مقتل الشهيدة سهام حمود فليطح ابنتنا البارة تلقينا ببالغ من الحزن والأسى الخبر والفاجعة التي حدثت فجعنا اليوم بجريمة ليست الأولى فجعت الكويت بحادثة متكررة الفاجعة التي هزت الشارع الكويتي صباحا أثرت حفيظة النواب الذين تدافعوا على التصريحات المنددة بعملية تكررت خلال سنوات مضت هذا ما أتى من فراغ إنما أتى من العشوائية التي تقوم عليها مكاتب الخدم وجلب العمالة المنزلية وبالأخص من هذه الدولة دولة أثيوبيا كل واحد كل شهر عندنا جريمة وجريمة بشعة على مجتمع ما تعود على هذه الجرائم كانت يوم الأيام في الباكستانيين يوم الأيام وقفنا العمالة الباكستانية اليوم نفس الشيء تكرر هذا الشيء إلا تصير حادثة في شخص متنفذ يأخذ قرار يا جماعة الخير نحن في دولة لا نتحمل مثل هذه المصائب التنديد ارتقى إلى مطالبة أجهزة الدولة الرسمية ووزارتي الخارجية والداخلية بإيقاف تام لاستقدام العمالة من الجنسية الأثيوبية نطالب جهات الاقتصاص في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بأن تتوقف عند هذه الجنسية تحديدا لتبحث ما وراء كثرة الجرائم المرتكبة من قبل الخدم من هذه الجنسية هذه المشكلة وهذه الجالية تثير علامات استفهام كثيرة سمعنا بأن هذه الجالية أوقفت عن استقدامها في الكويت ولكن العدد الموجود في الكويت اليوم يسبب مشكلة نتمنى أن يكون هناك حل نتمنى أن يكون هناك دراسة للوقوف على مثل هذه الجرائم الفضيعة التي ترتكب وللمزيد بشأن الحادثة وعمليات القتل المتكررة ومثل عمالة المنزلية بالعموم ينضم إلينا عبر الهاتف النائب حمدان العازمي بداية الحادثة أو الفجعة ليست الأولى التي ترتكب على يد خادمة أثيوبية وزارة الداخلية أعلنت أيضا توقيف استخدام هذه الفئة مئة العمالة لمدة شهرين هل هذا الإجراء كافي في وجهة نظرك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أولا خالص العزاء إلى ذوي المغدورة السهامة ليطه التي راح الضحية تجرام إحدى الخادمات التي يوبيات اللهم ألهم أهلها الصبر والسلوان واربط على قلوبهم ونقولهم عظم الله أجركم بالنسبة للجريمة القتل التي حدثت في الصلاة والخادس فجر اليوم هي الجريمة رقم 11 التي ترتكبها هذه الجالية من الجنسية الأثيوبية هذا ما يدل على أن الحالة ليست فردية كما يزعم البعض يعني دائما يقولون أي جريمة تحصل قال لك والله هذه حالة فردية نحن نقول مطلوب من وزارة داخلية بعادة النظر في استخدام العمالة من هذه الدولة ويجب وضع ضوابط وشروط جديدة لاستخدام العمالة من أي دولة كانت نعم أنت تطالب في منعها نهائيا من القدوم للبلاد والخدمة في العمالة المنزلية نحن نقول خاصة الجنسية الأثيوبية وبعض الجناس الموجودة نحن نقول يعني تعلم وزارة داخلية أصدر التعميم في فبراير في فبراير من العام الماضي يحضر استخدام خدم من أثيوبية لكن الأمر يعني يطلب إجراءات أكثر نعم هذا السؤال نعم هذا السؤال هل هناك تساهل ترى في ما يخص يعني استخدام العمالة المنزلية إن كان من المشرع أو كان من المكاتب والاشتراطات الموضوع على مكاتب جلب العمالة المنزلية أنا أعتقد القوانين الموجودة بس يجب على وزارة داخلية تطبيقها الآن الجالية الأثيوبية تقريباً 81 ألف أثيوبي منهم 25 ألف خدم يعني أنا أقول يجب أن تكون الإجراءات المطلوبة يعني الكشف يجب أن يكون هناك كشف الكشف النفسي على الخدم قبل لا يمنح الإقامة في البلاد وعمل دورات بجميع اللغات للخدم هذا عساسي عرفون أن العادات وتقاليد المجتمع الكويتي قبل انخراطهم في العمل يعني هذا اللي نتمنى يعني لا تمر نعم 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 تتحدث عن حجم المشكلة وأيضاً الأرقام الموجودة كواحد وثمانين ألف من الجالية الأثيوبية موجودة في البلاد ولكن دوركم أنتم كنواب وحكومة أيضاً في التشريعات التي ستساعد في الحد من الجرائم وتنظيم ما يخص العمال المنزلية هل لكم دور معين في المستقبل؟ بإذن الله يعني أنا أعتقد التشريعات موجودة وعيد وكرر بس هذا دور الداخلية بعمل الدورات بوضع ضوابط ولازم تكون إجراءات الداخلية حاسمة يعني الأمر مهين والسكوت عنه يزيد الأمور سوء نعم نعم النأب حمدان العزماني شكراً جزيلاً لك في ملف آخر وفي الشأن البرلماني أعلن النأب عبد الكريم الكندري تعريق استجوابه الذي سبق وهدد به وزير العدل بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لهائة مكافحة الفساد وذلك بعد طلاعه على اللائحة وجهوزيتها كنت قد وعت بأن أقوم بمؤتمر صحفي لتوضيح وتبيين موقفي من تصريح وزير العدل الدكتور نايف العجمي بأن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد قد انتهت الذي قام مشكوراً بإعلانه يوم الأربع الماضي أمانةً هذا موقف يشكر فيه الوزير وأنا لا أجد أي تحرج بأن أقول هذا الكلام اليوم أنا أعلن عن إيقاف أو تعليق استجواب وزير العدل بعد هذا التعاون الذي شهدته أمانةً من وزير العدل بسرعة الاستجابة إلى ما يتعلق في موضوع اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد في موضوع آخر ومن جنيف ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعاً للبرلمانات المتمثلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتنسيق المواقف الخليجية بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي تستمر أعماله حتى العشرين من ما يرسل الجاري منها ما يتعلق بانتخابات أمين عام جديد للاتحاد البرلماني الدولي إضافة إلى بحث ترشيحات ممثلي البرلمانات الخليجية في لجان الاتحاد المختلفة من ديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون انطلقت فعاليات المؤتمر التأسيسي للحركة الشعبية الدستورية حشد وسط حضور شعبي وسياسي وقال السعدون في كلمة ألقاها أن النهج الإصلاحي هو النهج الذي انتهجه أعضاء الحركة ممن كانوا نواب في البرلمان وهو نهجها الذي سيتواصل فيما طلب النائب السابق مسلم البراك بحكومة منتخبة تخضع لرقابة الشعب وتأتي من صناديق الاقتراع اليوم مجموعة من الحيئة من الأخوان الذين كانوا في المجلس ولا استجيبة نعتقد استجابة لدعوة الناس هذا يضمون عندنا مطالبات الناس منه يا جماعة خليكون لهذا النهج صراحة أننا نعتقد الناس الآن ما قرأت أي أشخاص 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 أنا وايد اللي مرينا على التكتل اللي فينا قاعد اللي فينا راح لكن الناس جد تؤيد نهج نهج إصلاحي نهج لا يتردد في مرهاب حاربة الفساد كويت اليوم هي في أسوأ مرحلة في تاريخها السياسي على الإطلاق نحن في مرحلة يتم فيها تخريب الكويت عن عمد وسبق إصرار في هذه المرحلة أخواتي وأخواني لابد من العمل الجماعي الشعبي الجاد والمباشر والآن لابد من وضع كافة النقاط على كل الحروف من بلدية الكويت انطلقت دعوة لأصحاب المخيمات الربيعية إلى ضرورة الالتزام بموعد انتهاء موسم التخيم المحدد في نهاية مارس الجاري ودعا نائب مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبد المحسن أبو الخيل المخيمين إلى ضرورة التعاون مع جهاز البلدية من خلال سرعة إخلاء مواقع مخيماتهم قبل الموعد المحدد مضيفا أن فرق الطوارئ والأجهزة الرقابية استكملت استعداداتها لإزالة جميع المخيمات المخالفة وإلى عالم الاتصالات وفعاليته حيث انطلق اليوم الأول من مؤتمر ما وراء الاتصال 2014 الذي ينظمه مجلس سامية سمينة عفوا وهو تحالف شركات الاتصالات الرائد الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا المؤتمر الذي انطلق تحت شعار تعزيز النمو الاقتصادي المنظور العام لتطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد حلقة نقاشية لبحث سياسات خفض الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات والتسعير والمنافسة العادلة ميزة المؤتمر أنه يعطيك أمور ثانية وخارج النطاق المعروف فقط قدم خدمة إيش بالخدمة؟ وراء الخدمة في ذبذبات في نطاق ترددي في تاكسيشن في عمليات كيف تشجع القطاعات الصغيرة تكبر على أساس الاتصالات في كل مرة المؤتمر هذا يطرح قضية ويتناقشون فيها الموجودين اللي هم ممثلين عن قطاعات أو مختلف الاتجاهات في قطاع الاتصالات في المنطقة ويطرحون حلول والحلول هذه يعني يحاولون بقدر الإمكان أنها تطبغ يتكلمون عن التشريعات يتكلمون عن نظم الضرائب في الأماكن المختلفة عن تطور التكنولوجيا ففرصة حلوة هذه أننا قدرنا نستطيعها بالكويت السنة في مهنة البحث عن المتاعب مقالب منها ما يتحول إلى جدي هذا ما حصل مع مراسل إحدى القنوات لحظة تسجيله خاتم التقرير يعده حيث السلسل ضاحكا أمام سيدة حاولت تشتيت أفكاره فلنتابع معا سندل کا شربت غرميوكا ایک خاص توفاة سيتي جروب توزيعات وانتخاب مجلس الإدارة تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصيد أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية العادية لشركة سيتي جروب أقرت توزيع أرباح النقدية بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم بمعدل 35% للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية الماضية والمنتهية في 31% من ديسمبر 2013 للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كما قامت العمومية بانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة للثلاث سنوات القادمة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال 35% للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 3.955.276 دينار كويتي وذلك من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31-12-2013 وتكون لسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهاد المختص أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم حرص الغرفة على تقوية وتعزيز العلاقات المشاركة مع تركيا لا سيما أن الروابط بين البلدين تحتم بدل المزيد من الجهود في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المرجوة وقال الغانم في كلمة له أثناء استقباله سفير جمهورية تركيا لدى الكويت مراد تعمير في مقر الغرفة قال إن القطاع الخاص الكويتي مستعد للتعاون مع السفارة التركية والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها إلى مستويات جديدة استكملت البورصة الكويتية وتيرة الانخفاضات التي شهدها الأسبوع الماضي إثنى الضغوطات وعمليات جني الأرباح فضلا عن التجميع على الأسهم التي تضخمت سريا بفعل المضاربات حيث أنهى المؤشر السري الجلسة على تراجع تجاوز العشرين نقطة فيما ارتفع الوزني ارتفاعا خجولا ناهزا النصف نقطة أما كويت 15 فصعد من نقطة وأربعة أعشار نقطة ولتحليل أداء الجلسة ينضم إلينا عبر الهاتف المحل الألمال لم يثم الشخص بداية كيف قرأتوا نتائج بداية جلسات الأسبوع؟ نعم في البداية مساء الخير أعتقد أن السوق الكويتية اليوم تفاعلت بشكل منطقي مع تراجع القيمة المتداولة القيمة المتداولة لم تصل إلى 20 مليون حتى 17 مليون دينار وتعتبر هي من أعقل من المتوسطات التي شهدتها تداولات السوق خلال العام الجاري لذلك نشاهد أن عملية التراجع تأتيم بتوافق بأن هناك عزوف عن عملية الشراء بالإضافة إلى أن هناك عملية دعم أتت إلى الأسهم الكبيرة هذا ما أدى إلى ارتفاع المؤشرات الوزنية وتحسن نوعا ما من أداء المؤشر السعري الذي كان قد أقفل عند نقطة هي أبعد من أدنى نقطة كان المؤشر السعري قد تجاوز حقيقة الخمسين نقطة انخفاضاً نعم هل تعتقد بأن تستمر جلسات الأسبوع على نفس المنوال أم أن هناك تغيرات سوف تحدث في الجلسات القادمة حقيقة هناك انخفاضات أيضاً لبعض الأسواق الخليجية مما يؤدي إلى زيادة الضغط والشحن النفسي على متداونه في السوق الكويتي بالإضافة إلى عدد من المعطيات المحلية منها طبعاً ما يثار الآن عبر الصحف من علاقة متوترة بين الغرفة التجارة والهيئة بين المتداولين والهيئة وبين عدد آخر من يعني العوامل المؤثرة على أداء الرقابة والرقابة المتجددة أنصح التعبير في مثل هذا الوقت نعم المحلل المالي ميثم الشخص شكراً جزيلاً لك العطار بطلاً للتور الأسيوي التفاصيل في صفحته الرياضية بعد هذا الفاصل أهلاً بكم إلى أخبار الرياضة توج اللاعب الإماراتي محمود العطار بلقب بطولة التور الأسيوي بفوزي على اللاعب الكويتي خالد الدبيان في نهاء البطولة التي جرت على صالة كوزمو بالسالمية وبتنظيم النادي الكويتي للبولينج وحل في المركز الثالث اللاعب الإماراتي أحسين السويدي وتقوم بطولة التور الأسيوي عادةً بعد ختام بطولة الكويت الدولية باختيار أفضل 16 لاعباً يتنافسون فيما بينهم على لقب البطولة وشارك كاميرا الكويت 16 لاعبين تأهل للتبيان لنهاء هذه البطولة وستنطلق بطولة الأساتذة بعد ختام فعاليات بطولة التور الأسيوي وتستمر لمدة يومين الحمد لله عندنا لاعبين اليوم كانوا 6 لاعبين في التور الأسيوي بعد البطولة ما انتهت أمس المفتوحة الحمد لله يعني تدري لازم واحد يخسر يربح اليوم خالد الحمد لله وصل النهائي مع اللاعب الإماراتي الشغيق وما حالف الحظ على آخر طقة خسر هذا يعني توافق من الله نحن نقولهم يعطيكم العافية الحمد لله نحن أهم شيء لعبين يكون متواجدين في النهائيات هذا أهم شيء عندنا إذا حصل الأول يعني نقول الحمد لله على كل شيء وإذا ما حصل نقول لا حول الأقوة نقول لهم يعطيكم العافية وإن شاء الله مزيد من الانجازات بكرة عندهم بعد عندنا ثلاث لاعبين أفضل 16 لاعب على مستوى آسيا خلال السنة اللي فاتت اللي يلعبون بكرة إن شاء الله عندنا ثلاث لاعبين في الستعش خالد دبيان راكاني العميري جاسم درويش إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله يصلوا النهائيات يا رب الحمد لله يعني خذت أول بطولة لي التصنيف الأسيوي وكانت بارة والله وائد حلوة بيني بين أخوي خالد منتخب الكويت وبس خانت القيم آخر شيء يعني في فريم تسعة وقفلة بين أربعة وأنا كملت والحمد لله وفقني وخذت مركز الأول يستعد المنتخب الكويتي للتنس لقائن ذات أهمية قصوى عندما يلاقي منتخب تايلند في بانكوك ضمن مباريات الدولي نصف النهائي لتصفيات كأس ديفيز عن المجموعة الثانية الأسيوية والتي ستقام في الأسبوع الأول من إبريل المقبل وأكد رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد جابر العبدالله استعداد لاعبي الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية رغم ضعف الإمكانيات التي يعاني منها الاتحاد واللاعبون كل شيء الحمد لله من خلال إنجازات من خلال يعني كان قبل شهر تقريبا حققنا فوز كبير على إندونيسيا في نفس المكان ووصلنا إلى قبل نهائي وإن شاء الله خلال سبوعين سنلاقي المنتخب التايلندي في قبل نهائي كأس ديفيز للمجموعة الثانية ويفوز بيوصل المجموعة الأولى وهذا إنجاز كبير لمنتخب الكويتي إن شاء الله إذا يتحقق طبعا ما ينقصنا هو المنشأة ولكن نتمنى إن شاء الله أن المنشأة هي اللي رح تعطي إضافة لهذا الإنجاز لكن نحن إن شاء الله من خلال جهودنا من خلال اجتهاد اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الإنجاز رغم تواضع المنشأة يضعنا إن شاء الله دائما أنه عندنا أمل إن شاء الله يكون عندنا منشأة تليق بمستوى هذه اللعبة في الكويتي كاس ديفيز بمثابة تصفيات كاس العالم للتنس استعدادنا إننا رح نروح إننا طبعا فرق الجو هناك عندهم شوية رطوبة فراح نروح سبوعين قبل قبل المباراة مباراة مهمة إحنا طبعا من أهم مباريات الموسم هذه إننا نحاول نظهر بمستوى جيد في كاس ديفيز استعدادنا مثل ما قلت لك نروح هناك إن شاء الله ونحاول نتاقل مع الملاعب ومع الجو ونسوي اللي علينا إن شاء الله ونوعدكم إن شاء الله في نتيجة طيبة إن شاء الله محبول بصل أخضر أما معلومة تؤكدها الدراسات الحديثة في لعبه دورا في مقاومة الوزن وتنظيم عملية الهضم وغيرها من الفوائد ابتسام رمال والتفاصيل في التقرير التالي للبصل الأخضر فوائد لا حصر لها ففي الجهاز الهضمي يلعب دورا في تطهير الأمعاء وتنشيط عملية الهضم كما ويعادل مفعوله مفعول الأنسلين في تحديد نسبة السكر في الدم لمرضى السكر وله فوائد في علاج أمراض الجلد والجروح السطحية والالتهابات الجلدية والناجمة عن الحروق وإزالة الثاليل كما يقوي بصيلات الشعر في الرأس ويحول دون تساقطه ويستخدم ضد البرد والزكام والسعال ليس هذا فقط بل يقاوم السمنة لأنه يطرد الأملاح من الدم والأنسجة ويزيل المواد الشحمية وفي البصل مواد تق الشريين من التصلب وتحسن الدورة الدموية بما في ذلك الشريان التاجي الذي هو مصدر الذبحة الصدرية كما وينصح بتناوله للوقاية من مرض السرطان ابتسم رمال الرأي والآن مع جولتنا على أحوال الطقس وفي السعرات والدرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد في مناطق الكويت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل الختام تابعونا على حساب تويتر آتر رايمي دي قروب وتابعونا أيضا على صفحتنا على اليوتيوب الراي تيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة